علي منصور كيالي عرفنا بإلهي فاكتشفنا أنه يعبد إلها غير الله سبحانه وتعالى وإلهه الذي يعبده موجود في أكثر الأماكن وسأسمعكم من كلامه هو يا قوم التبيع المرسلين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين علي منصور كيالي سئل عن إلهه أو سئل عن آية من القرآن فلما أجاب عرفنا بتصوره للإله من هو الإله الذي هو يعبده فاكتشفنا أن هذا الإله كلكم تضعونه تحت الأقدم حاش الله سبحانه وتعالى وتعالى الله تقدس الله وتنزه وتبارك عن أن يكون هو الذي يتكلم عنه علي منصور كيالي الذي يعبده علي منصور كيالي سأسمعكم ما هو وعينه طبعا علي منصور حتى عندما يتكلم في مسائل يعني تقشعر له الأبدان كهذه المسألة لا تخلو حلقته من ضحك اسمع اسمع أضيقه لماذا أنت حالق اللهية ومن قال لك أن اللهية هي علامة رجولها وعلامة دين اللحية هي علامة ذكورة اللحية هي علامة ذكورة متأكد أنها علامة ذكورة؟ أنت ما عندك هذه العلامة؟ لذلك كل الرجال في يوم الحساب هم ليس عندهم لأيه وكل الرجال في الجنة ليس عندهم لأيه ما الدليل من القرآن الكريم على هذا الكلام؟ أخرج لنا واحدا من القرآن الكريم على هذا الكلام لأن الدليل الذي يستدلون به على هذا موجود في السنة وأن تكاثر بالسنة فكيف تثبت هذه المسألة الغيبية؟ بدون أن يكون عندك دليل من القرآن أنت ناقلت أصلك الآن ناقلت هذا الأصل ثم أساسا دليل موجود في السنة أن أهل الجنة يدخلون الجنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة جردا مردا جرد يعني ما في شعر في جسمهم مردا يعني ليس لهم لحية يدخلون الجنة هكذا طيب بعد ما دخلوا الجنة ستنبت اللحية أم لا تنبت لا يوجد دليل على أنه لن تنبت لهم اللحية في الجنة إنما الوارد أنهم عندما يدخلونها يدخلونها هكذا لكن ما في دليل ينفي أن الله شاء أن تخرج لهم لحية في الجنة وأراد أن تنبت في جنان ما في دليل ينبع من ذلك لكن الدليل أنهم عندما يدخلون لا تكون لهم لحية فما دليلك من القرآن أنهم يدخلون بدون لحية وما دليلك بقى من القرآن ولا من السنة ولا من افتكاساتك أنهم سيبقون في الجنة بدون لحة كما أن لحية لا تخص الدين الإسلامي بالضبط فالكثير من الأديان أو جميع الأديان لهم لحية جميع الأديان لهم لحية وإنت مالك لحية إذن أنت لست تتبع دين من الأديان طبعا ليعبد إلهك الذي ستذكره بعد قليل هذا ليس من ليس ينسب إلى دين فعليا لا يعبده إنسان عاقل السؤال الأول الذي وردنا هو قل هو الله وأحد الله الصمد فما هو ماذا يعني كلمة الصمد الله الصمد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد على الإطلاق أي منطقة في الكون كله كل هذا الكون بالجامل لا يوجد أي منطقة أو سنتمتر مكعب واحد الله غير متواجد فيه هذا بالجامل حاش الله سبحانه وتعالى وتعالى الله عن كلامك القذر ولا سنتمتر مكعب إلا والذي تعبده موجود فيه الأحذية أجلكم الله كم سنتمتر مكعب في جوفها هو يعبد إلها موجود فيها المكان اللي يعني لما تشرب مي كثير وين تروح بعدين وين يروح هذا المي هذا المكان ربه موجود فيه وأنتم بقى في ربي موجود في هذه الأماكن كلها مجاري الصرف الصحي ربه نعوذ بالله تقدس الله وتعالى عما يقول الظالمون هذا ليس الله هذا قطعا ليس الله هذا إله أنا أكفر به أنا أعبد الذي في السماء أعبد الذي على عرشه تبارك وتعالى أعبد الرحمن الذي على العرش استوى أما هذا الموجود في هذه الأماكن القذر هذا ليس إلهي هذا لا أعبده هذا أكفر به هذا أجلكم الله إذا واحد بسق فالبسق هذه تدخل فيه هذا كيف نعبده هذا هذا يعبده واحد مثله واحد مهان مثله نعوذ بالله نعوذ بالله منك ومن خبث هذه العقيدة الشيطانية بمعنى الله الصمن طبعا ما يكون من نجوة سلاسة إلا أو رابعهم ولا خمسة إلا أو سادسهم ولا أدنى من ذلك ما تسقط من ورقة إلا يعلمها إذن الله سبحانه وتعالى متواجد في كل مكان وزمان في الكون متواجد بشكل كامل وبشكل يزعجني عندما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن هذا الذي يعبده هو الناس حاشا للأبو الله تعالى الله والله شيء تقشعر له الأبدان هو يعبد من ندوس عليه بأقدامنا تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة مطلق هذا يعني الله الصمد وقلنا أن هذا دليل أنه لا يمكن أن يكون يوجد في الكون أو في أي كون آخر أي مجال لإله آخر لذلك الله الصمد يعني الله متواجد في كل مكان بالكون السوال الثاني هو دليله على أنه لا يوجد إلهين أن الإله الذي يعبده أو ليس الله سبحانه وتعالى أن الذي يعبده موجود في كل مكان بالتالي ما في مكان لإله آخر بالتالي هو موجود أجلكم الله في الأحذية ودليله على أنه لا يوجد في هذه الأحذية غير هذا الذي يدعوه من دون الله لا يوجد غيره في الحذاء بالتالي لا يوجد اثنان طيب عندما ندخل أرجولنا نحن نمعسه معسا ولا هو يخرج من الحذاء فما أعاد دليلك صحيحا وبالتالي دليلك على أنه لا يوجد غير الذي تعبده من دون الله هذا دليل باطل لذلك يوم يكشف عن ساق يعني يوم يشتد الهول لا يعني مثل ما ورد طبعا وقرركم بين هلالين العلماء يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة هذا حدث في البخاري حاشا لله أن يقول لهم ساق أو يد بمعنى اليد أو عين بمعنى العين هذا كله يسمى المجاز ما هو الذي تعبده من دون الله سبحانه وتعالى أكيد ليس له عين وليس له وجه وليس له ساق لأنه لو كان كذلك لما كان داخل المجار الصرف الصحي من أين جاءت كلمة ياليل التي يقوله السادة المطربون دائما في البداية المطربون شوف بقية عليك يالي أحسن شيء تتخصص فيه أنه تترك الكلام في دين الله سبحانه وتعالى وتتكلم بالمواول ما رأيك؟ تفضلت حفنة من أين جاءت كلمة ياليل التي يقوله السادة المطربون دائما في البداية التي يقوله السادة المطربون هذا أحسن شيء تتقنه وتعمله روح أضرب مواوي وأفتنى في سادتك المطربين وترك الكلاف في دين الله تفضل من أين جاءت كلمة يا ليل التي يقوله السادة المطربون دائما في البداية تموالت خاصة في الأذانة جبنانية يا ليل يا ليل طبعا عند الغروب السابق كانوا يجتمعون على أبواب المعابد وينادون يا إيل يا إيل يعني يا ليل يا ليل فتحولت إلى رياليل هذا مجالي ليقوبك اعتق الناس من شرك وروح أفتيرهم بالأغاني واترك عنك كتاب الله سبحانه وتعالى فالناس لا تحتاج إلى تحريفاتك هذا هو الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله أراك الذي جاهل يحدث نفسه بأني مصيبه في المقال مجيد وقد هاض فيما ليس يفهم ويحه فبالجهل محضن يبتدي ويؤيد ترجمة نانسي قنقر